مين ما بيستخدم جوجل؟ تقريباً محد معدن يعني انا لما افتح اللابتوم لازم بالاقل يكون فيه تاب واحدة بجوجل كروم مفتوقة سواء كان عب بعمل بحث عبدالله 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 ما فهمت شي فيه يعني ما فهمت فيه شي عبدالله عبدالله على جوجل كروم يعني انه كل بيستخدم جوجل كروم طيب خلينا نحكي عن اكتر الاضافات استخداماً وافادةً بجوجل كروم الاضافات حكت المتصفح اكستنشن اهه اوكي اوكي متصفح جوجل فيه كتير اضافات كتير يعني المقلة كتير يعني كتير تقريباً حالياً من الاشهر منها ثلاثة مليون اللي هي الاعلى منها اللي مرة تتحمل كل يوم عدة مرات وغيرها من اللي لا تتحمل كثير ولكنها لسه منها فايدة كثير طيب سليم باضيف عليك موضوع الحين جوجل من الاشياء اللي تقدر تستعملها من الاضافات اللي اضافوها جديدة اللي هو نقطة الذكاء الاصطناعي اص Batt에서 ذكاء الاصطناعي لى شركة Google طب بص لا ليكون شغلة ما بعد في برنامج ما صار고요 صراح إبارة Uhiyushah فوتوشوب فوتو اي اي كل شي خلي نكمل مع الاكستنشنز حصل لنا قبل ما نطوح في دوامة اعلى من كده طيب قلنا عندنا اكستنشنز كثير ولكن لما اسمعك تتكلم عن الاكستنشنز ابغى منك الاكستنشنز كويسة شك لما يتكلم سليم معنا ننقب نقب دور له بعض حاجة فخلوكم معنا بس نسمع منك بس متل ما انت ذكرت قبل شوئي انه في كتير من هالك الاكستنشنز مو معروفة بس يعني استخدامها حلو كتير يعني انه معروفة ومنيحة فخلينا نحكي عن بعض الاكستنشنز اللي بيساعدوك انه يسهل عليك تصفوحك بجوجل كروم ويعني تكون مفيدة كتير خلينا نبدأ مع اكستنشن اد بلوك ألتمت مو بلس ها هي اد بلوك ألتمت من اسمه يعني كل الاعلانات بتروحهم كل الاعلانات حتى الاعلانات تبع للسبونسورس يعني حتى على عكس الاد بلوك بلس تروح لك كل الاعلانات بعدها تبع السبونسورس الاد بلوك بلس تروح لك كل الاعلانات حتى تبع السبونسورس يعني الشركات الثانية تقوم تشيل الاعلانات حقات المواقع ولكن تضع اعلانات من عندها هي عشان تكسب فلوس ألتمت يشيل اعلانات كلها ولا تشوف الاعلان حتى من داعمين ألتمت مثل ما شايفين هاي شكل الاكستنشن اسمها اد بلوكر اد ألتمت فيها اكتر من مليون مستخدم وتقييمها 5 ستارز اربعة تعليق 47 ألف سبع وربعين ألف تعليق سبع وربعين ألف تعليق وخمسة وربعين تعليق ومثل ما شافت يعني 5 ستارز فهي منيحة كتير أنا اللي بدي شويب لكم ولا واحدة أقل من 4 ستارز لا تعرفوا خلينا ننتقل لشي بيشبه الاد بلوك فلوس اللي هو تكست مود تكست مود إضافة بتخليلك انت عبدو مثلا تفاتح موقع نيويورك تايمز مين بيعرفوا؟ لما أدخل عليه أول شي جيني فيديو من تحت وصورة من فوقك إعلانين من جنب وحاجزة منعني من أني أقرأ المحتوى هذا الموقع هذا الموقع يضط لك خطوط على كل شي حتى الأيقونات الصغيرة الصورة 2 نشوف الصورة هاي شكل الإكستنشن من شركة أو من شركة من موقع OMARRR.com أكثر من 60 ألف مستخدم وتقييمها أربع نجوم وشخطة وشخطة ومقيمين عليها 268 شخص تعرف أنه زين متاز يعني يحجب أي شيء ما هو بالنص اللي أنا أبغى أقراه خلينا نشوف الصورة 3 وهلا أوكي نشوف الصورة عمامة الصورة أطلق أنه سيكون شي جميل بيحطلك خطوط على كل شي بيخليك أنه لا تشتت بالرأي مثل ما شايفين هاي نيويوركتايمز.com شوفوا كيف حطت خطوط بالأبيض بالأسود هذا اللي أقول صفحة بصفحة جميلة بل إعلانات حتى شوفوا إذا بتلاحظوا هيك يعني على اليمين شوي في هيك أيقون صغيرة حتى على أيقونات حطين شخطات يعني ما بدون يعقوك أبداً هاي تنفع إذا جيت بتقرأ بآخر الليل وما تبغى ينفجر عليك خمسين إعلان وخمسين صفحة بيضة مو شرطة يفجر عيونك مو شرطة بآخر الليل إن شاء الله بترى الساعة خمسة الصبح يعني المهم ما تشوف إعلانات ما تشت لا إعلانات ولا صور تخليك تدخ من الأخير طيب نكمل خلينا ننتقل على شي بيشبه الفوتوشوب أوه لحظة كيف اكستنشن وفوتوشوب لا مو اكستنشن وفوتوشوب هو بيشبه من اللي بيعمله فوتوشوب فوتو ايدتور طبعا ملاحظة إذا كتبتوا فوتو ايدتور على جوجل ما بتطلع لكم لأنه بيطلع لك أشياء اللي هو الفوتو ايدتور زي التطبيقات و هيك فأنت كتب فوتو ايدتور اكستنشن تطلع لك يا أما أول خيار يا أما الثاني خيار طب نعم ما نشوفها الصورة الثانية الصورة الرابعة الصورة الرابعة سوري عمال ما تطلع الصورة عمال ما تطلع الصورة أيوة لك الصورة هاي شكل الالكستنشن في 10 شخص عطينا عليها بس ما هيك فور ستارز و نص يمكن اهه فور ستارز أيوة فور ستارز وأكتر من 6000 شخص بيستخدموها طبعا هي أقل واحدة الناس بيستخدموها يمكن وش تتوي تعدل الصورة هي هي يعني مو أن بتعدل الصور مثل الفوتو شوب مرة واحدة يعني بتعدلك أشياء بسيطة بتكبر لك الصورة بتصغرها بتعمل له روتات بتساوي أبيض و أسود مثلا وهيك أشياء بسيطة يعني هاي مفيضا إذا اذن رح تكون مفيدة إذا باأت أرسل رسالة على السريع واحدا اشتعل لها باخر اللحظة شوف ما كم شايفين واحد مشوهر عائنا على القطة نشوف عنده خيارات على المين إغير الالوان و هيك انه شيء بسيطة كتير هوا هاذي مو بسيطة كتير توقعة تقدم اكتر بسيطة كتير هي يعني شوف هي ألوان و لكن هدا انت وو on بالنسبة الانتاس التنشن ايه كتير منيحة. بس طبعا قبل ما تشتغنوا اي اشي فيهم لازم تكون ضايفين على جوجل. طبعا. مو تروح تستخدمها على طول ما يمتك. ولكن والله جميل. جميل جدا. وكمان الصورة حلوة. يا شخص كشخص حبك طاو. لا هي صورة. ضقت الصورة عالية. اوكي. متحمس للي بعده كمان. ننتقل على شي بخص علماء البحث. اللي هو ديستل ويب مونيتور. علماء البحث. حلو هلاء بتشاهكون. مثل ما ان示ها هذه الصورة. ديستل ويب مونيتور هي شكل الاضافة من شركة ديستل اي او Ou Of الى موقع ديستل اي او. اكثر من 200000 مستخدم. وفي على 1364 ري getting. أوفي ор schreiben. استقررت. هيا. sap удоб. إذا في هذه الاشتراف ب Спасибо. مكتوب مميزة يعني مميزة يعني كثير من الناس يحملوها حلو تعرف ان تقييماتها عالية وكويسة طيب هاي الاكستنشن شبتها من لك تبعت لك نوتفكيشن او اشعارات اشعارات على كل المواقع اللي بتغيروا يعني مثلا الامازون غيرت الموقع هيك شي هيك بسيط ببعت لك سواء كان اسم اس او ايميل ببعت لك على على موبايلك على لبتوبك على اي شي ببعت لك انه انه هاد الموقع يتغير فيه كذا 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 زي مثلا نقدر نستعمله لما تغير توتر لما تغير توتر نقدر نشوف التغيرات تشوف التغيرات ما بين صفحة سابقا وبعدها ايوه اوكي يعني زي زي archive.org اللي هو يوريك كيف الصفحة كانت في الماضي ولكن يمشي معاك اذا تغيرت يعلمك كلما تتغير الصفحة يعلمك ويعلمك وش الجديد فيها حسناً، الآن يجب أن تأخذ طريقه، يجب أن تأخذ طريقه، يجب أن تذهب بشكلك متحمس كثيراً مرة أحبه، عندي من الزمان حسناً، دعني أقول اسمي الأكستنشن بالأول أكستنشن جوجل دكشنري معروف، معروف، تعطونا صورة سبعة نشوف الصورة اليوم، حطنا لكم صور راح يكون مبعجة من جوجل نشوف صورة سبعة أول ما تطلع الصورة، هاي شكل الأكستنشن، كما شايفين مكتوب يعني باي جوجل يجب أن يعرفوا عن حالهم باي جوجل المهم أكتر من ١٢٠٠٠٠٠ مستخدم ١١٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٠٠٠٠٠ نشوف صورة موبايل من عندي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تقيم تدني إنها كويس ٤١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٤٠٠٠٠٠١ ومكتوب مميزة فإنها الدكشنرية لتبهركم وانه هي اكستنشن متطبيق يعني شوفوا 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 شوفية هي انا استعمل الصواحة استعمل اكثر من التطبيقات اللي تسوي نفس الفكرة لانه مفيد جدا في كثير مواد طيب خلينا نقول لما تكون عندك كلمة مفاهمها المعجم يأتيك ولم يكون عندك كلمة في المتصفح مفاهمها يأتي لك المعجم ايو عضب هلا هو من اسمه يعني وقلناها نحن لانه هو معجم خلينا نفترض انت عبتير مقال وما فهمت كلمة با اي اي لغة بتعرف شو بتمين بعد ما تضيف الاضافة خلينا نشوف الصورة 8 بعد ما تضيف الاضافة تضغط على الكلمة بيحطلك التفصيل لها وكيف تنقل يعني كيف تنطق كيف تنقل يعني ويحطلك خيارات مور كيف تنقل كلمة سيرج ومعرف كلمة سيرج سيرج طبعا يعني البحث تحاول تجد كلمة بيحطة وحاطط له كيف تنقل كلمة سيرج مديني اضغط على الصوتية هذه زر الصوت وحاطط له مور نشوف الصورة 9 وهيك يعني انت زي ما فهمت الكلمة صراحة انت عندك مشكلة مرصة لازم تكون فهمت الكلمة وفي واحد مفهمة كلمة سوبر فليوس فلوس آسف صعلم المهم هي كلمة يعني صفة للا للاسم المهم معناها ان السيساري يعني غير مهم بيحطوا الزر وكيف تنقل ويعني اقسام الكلمة س يو بي اي ار اف ال يو او يو اس وهيك يعني طريقة النطب سوبر فلوس سوبر فلوس معناها شي ما له داعي على عكس هذا الاضافة مره له داعي مره مفيدة يعني هي هاي الاضافة انتوي سوبر فلوس بالضبط بالضبط اوكي وهي هي كانت الاضافة ان شاء الله تكون عجبتكن وهذا كان موضوعي هذا موضوع يعني مهم جدا بساعد كتير ناس علماء البحث مثل ما ذكرت الاطفال الصغار يعني مثل مثل عمرهم عشرة تسعة هيك شي مثل ما ذكرت هلا بجوجل ديكشنري ويعني ومو شرط الناس الصغار ممكن شخص كبير ما عنده خفرة باللغة الانجليزية مثلا بيستغلم على جوجل وشو ما نرى بعد ما نضاف الاكستنشن ضغطة سر صار ما شرح الكلمة هات كان موضوعي تخضل عندي نقطة او نقطتين النقطة الاولى على اللي هو جوجل ديكشنري بوضو في اللغة العربية في اللغة العربية عند بعض الكلمات لا اكثر من معنى يطلع لك كل المعاني حقتها بانه مثلا كان عندك واجب عند هذه الكلمات طلع لي معانيها من القاموس فتقدو تستعملوا فيها وايضا ما هو هو نفس الشيء يحدث بالانجليزية فيه كلمات تتحدث صحيح ولكن هذا المثال الجبالي وبوضو نقدر في موبي اكستنشن اللي هو في جوجل بارد اللي هو ذكال اصطناعي الجديد جوجل بارد تقدر تستعمله ويساعدك حتى تقدر تسأله في هذه الأشياء مثلا تقول له عطني أهم الأكستنشن اللي في جوجل المفيدة لي يعطيك أهمها ويطلع لك نفس هذه الإحصائيات تقريبا ممكن يعطيك أهمها بس مو أكترها إفادة يعني مثلا بيعطيك المشهور لا مو شرط مشهور يعني يعطيك اكستنشن مثل جوجل دكشنير مشهورة كثير ومهمة بس ممكن ما يعطيك تكست مود أو فوتو ايديتور يعني بالنسبة لك جوجل دكشنيري أبدا مو مشهورة وأكيد ما هيعطيك أد بلوكر يبغون فلوس هلأ أد بلوكر ألتي هي أصلا ممشهورة كثير مثل أد بلوكر بلس طبعا المستغرب شكرا لك عبد الله شكرا لك محمد وشكرا لكم مشاهدين على الإستماعات